السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا عاشر اليوم بدنا نبلش بالدرس الثاني اللي هو نظام فواتيركم درجة العادة ان يسحب متلقل خدمة المال من البنك ثم يذهبوا الى شركات الخدمات او الدوائر المختلفة لدفع اثمان فواتير الكهرباء والماء او تزديد ضرائب والجمارك ورسوم المدارس وما شابه كلنا بنعرف انه احنا بدنا مثلا ندفع فاتورة كهرباء فاتورة ماء بدنا نسدد ضرائب وجمارك ورسوم مدارس ايش بنعمل بنروح على المكان اللي بده الخدمة وبينقدمه غير انه يمكننا الان ان نقوم بكل هذه العمليات في اي مكان وزمان بعدين صار في عنا تطور صارت انا بقدر اني ادفع او اني اسدد فواتير او ضرائب او رسوم المدارس عن طريق نظام اي فواتيركم الذي اصبح خيار الدفع الالكتروني المفضل لدى شريحة من المواطنين منذ عام 2014 وتضم هذه الشريحة كل من الافراد والمؤسسات الحكومية والخاصة المختلفة ما اسهم في تقديم خدمة افضل للعملاء من دون حاجة الى مراجعة الكثير من الجهات مثل البنوك وشركات الكهرباء والمياه وغيرهم طيب بدنا ندرس مع بعض تذكر نتيجة لمتطلبات التطور التقني والنمو المتسارع في استخدام شبكة الانترنت فقد بادر البنك المركزي الاردني الى ايجاد نظام عرض وتحصيل الالكتروني للفواتير اطلق عليه اسم اي فواتيركم تمام؟ اذا ايش اي فواتيركم؟ نظام عرض وتحصيل الالكتروني للفواتير بقدر اني ادفع فواتيري عن طريق تطبيق اسم اي فواتيركم في حين اطلق على الجهات التي تقدم الخدمات للمواطنين اسم المفوترين ويدفع المواطن قيمة هذه الخدمات التي قد تكون دورية كما هو الحال في شركة الكهرباء او بحسب الطلب كما هو الحال عند طلب الحصول على شهادة عدم محكومية او غيرها طيب ما هو نظام اي فواتيركم؟ او نظام عرض وتحصيل الفواتير الالكترونيا هو نظام مركزي تكاملي فاعل يوفر خدمة العرض والتحصيل الالكتروني للفواتير اذا يوفر خدمة العرض والتحصيل للفواتير بقدر اني اشوف كم علي بالفاتورة واني ادفع اللي علي عن طريق برنامج او تطبيق اي فواتيركم وقد بدأ العمل به عام 2014 بهدف توفير هذه الخدمة للمواطنين كافة عن طريق المؤسسات البنكية تمام اذا عن طريق ايش؟ بقدم الخدم للمواطنين عن طريق المؤسسات البنكية ومقدمي خدمات الدفع اللي هي الشركات الخاصة فضلا عن تسهيل عملية العرض والتحصيل للفواتير وتسريعها بواسطة قنوات دفع متعددة طيب ايش دور البنك المركزي؟ البنك المركزي دور الرئيسي فهو مسؤول عن وضع اسم النظام التنظيمية إذ يخضع هذا النظام لإشرافه ورقابته المباشرة تمام؟ إذن البنك المركزي دور رئيسي مسؤول عن وضع اسم النظام التنظيمية طيب ما هي الجهات المقدمة للخدمة في نظام اي فواتيركم او المفوترين؟ هي معرف المفوترين هي الجهات المسؤولة عن معاملات وخدمات تمس حياة المواطن الذي سهل له نظام اي فواتيركم عملية الاستفسار عن قيمة الفواتير ودفعها عن طريق قدماته المتوافرة على مدار الساعة بكل سهولة وأمان إذن المفوترين هم المسؤولين عن تقديم للمواطن الخدمة ومن الأمثل على هذه الجهات عنا شركات كهرباء مياه اتصالات وكثير من المؤسسات الحكومية والخاصة لازم نعرف على الجهات اللي بتقدم خدمة للمواطنين اللي هم المفوترين عنا شركات كهرباء وعنا مياه وعنا اتصالات طيب ايش الخدمات اللي بتوفرها نظام اي فواتيركم عنا اول ايش بندفع الفواتير الكهرباء والماء بنسدد اشتراكاتنا بالاتصالات والانترنت بندفع اقصاط المدارس بندفع رسوم العضوية للنقابات والمؤسسات بندفع أثمان تذاكر السفر بندفع اقصاط القروض بندفع أجر معالجة طبية في المستشفيات بندفع رسوم اشتراك في التأمين الصحي والتبرعات للكثير من الجهات الخيرية وايضا الحصول على العديد من الخدمات الحكومية زي ايش مثل استخراج شهادة عدم محكومية ودفع ضريبة الدخل واستخراج سنة تسجيل أرض ودفع مخالفات السير وتزديد اشتراكات الضمان الاجتماعي يعني بهاي النقطة لازم نعرف ايش هي الخدمات الحكومية اللي بس تقدم لي اياها ايه فواتيركم اول ايش لازم نعرف استخراج شهادة عدم محكومية واحد اثنين دفع ضريبة الدخل ثلاث استخراج سنة تسجيل أرض اربعة دفع مخالفات السير خمسة تزديد اشتراكات الضمان الاجتماعي تمام وهيك بنكون خلصنا الدرس التاني ويعطيكم الف عافية دفع مختلف من الاشتراكات الضمانIC Bugone